كلنا تعلمنا أن كل ما رجعنا في الزمان بنلاقي بشر أقل علم منه وتطور لين نوصل لعصر سموه بالعصر الحجري من كثر ما أن البشر في ذاك الزمان متخلفين وقاللين علم وأن الحضارة اللي وصلنا لها الآن هي أعظم حضارة مرت على البشرية كاملة وقلنا حن كلنا من أشد منا قوة إن الأعظم تطور والأعظم قوة في تاريخ البشرية كاملة بس هذا الكلام كل خطأ فكل ما رجعنا في الزمان بنلاقي أن فيها أقوام كان عندهم تطور مثل تطورها بل أعظم منا وأفضل حتى وإن العلم اللي عندنا هذا هو شيء بسيط فقط من بقايا علمهم الباعد والله أعلم أن التطور اللي حنا فيه هو شيء بسيط من علمهم السابق وما باقي من علمهم إلا آثار نشوفها بعيوننا الآن وصنفناها إنها من العجل لأن ما لقينا لها تفسير أو إن ما عندنا العلم اللي كان عندهم في الأصل يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه محمد وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناه فكذبوا رسولي فكيف كان نكيره يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عذب أقوام من قبس هذه الأقوام كانوا متقدمين بعشرات الأضعاف في العلم والحضارة وما بلغوا معشار ما أتيناه وفي آية ثانية يقول الله سبحانه وتعالى وكانوا حتى متقدمين في الحضارة ومتقدمين في العلم مو فقط جسديا ومو بس هذه الآية فيقول الله سبحانه وتعالى في آية ثانية في إلى الآن العلماء ما قدروا يلقون تفسير واضح لصمود بنائهم لألاف السنين وما تأثرت ولن هدمت من عوامل التعريف حيننا نتكلم مو بس عن مئة ومئتين سنة نتكلم عن ألاف السنين وبناؤهم هذا كامل ما كان فيها أسياخ حديد يمسك هذا البناء زي في زمننا الحال فلو تجي في زمننا هذا أقوى خلطة سمنت في العالم كامل البناء ما راح يثبت ولا راح يتحمل إلا بوجود أسياخ حديد بوسطها فانصدموا العلماء يمشافوا إن بناؤهم من دون أسياخ حديد وإن كان عندهم خلطات خاصة فيهم وعلمهم وجود عندنا يجالسوا يتفكرون في أن هذا السمنت أو هذا الخلطة اللي كانت عندهم مكافة آلاف السنين أنت اللي تخلي مبنى عشر سنوات الحين اللي تدفى بوصبع ممكن يطيل حتى من قوتنا متهالك وهذه عشر سنين كيف لك بآلاف السنين مرت على المباني حتى في يوم ما لقيه تفسير لهذا كله صنفوها من عجائب الدنيا وحتى بحضارتنا هذه ما قدرنا نقلدهم أصلا في البناء ولن نكتشف شيء من علمهم طيب ليش هذه المقدمة كاملة وش اللي أبغى أصلى اللي أبغى أصلى أن حضارتنا هذه والتطور اللي حنا فيه مو بشي جديد بل كان فيه تطور سابق أحسن وأعظم منها وإن التطور اللي جالس نعيشه هو بقايا بسيطة فقط من علمهم السابقة وكانت عندهم مصانع زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية وكان عندهم أبراج من دون السياق بخلطة عجيبة وبهندسة عجيبة جدا وكان عندهم قصور ومباني إلى درجة أنهم نحتوا الجبال بشكل هندسي وعجيب ومتنع وصنعوا منها بيوت يعيشون فيها للرفاهية فقط فيقول الله سبحانه وتعالى عن هذول القوم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فكان نحتهم للجبال هو فقط للرفاهية تخيل معي التطور والحضارة اللي كانوا يعيشونها في ذاك الزمان والعجيب أن هذول القوم اللي نحتوا الجبال كانوا يعيشون في جزيرة العرب بس بين غابات كبيرة وبين أنهار وجنات وهذا الشيء مو معروف عن جزيرة العرب الآن لأن جزيرة العرب الآن معروفة بأن أغلبها صحر وهذا الدليل أنها كانت جنات في السابقة وهذا اللي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا فيه تعود لأنها كانت من قبل مروج وأنهارا فكان في أقوام أبادهم الله سبحانه وتعالى لأنهم كفر ومنهم القوم اللي راح نحكي قصتهم اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبيياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم خير وموركم إن شاء الله طيبة أولا إذا ما شفت قصة قوم عاد أتمنى أنك ترجع تشوفها عشان بين قصتنا اليوم وقصة قوم عاد رابطة قوية جدا حتى إن قصة قوم اليوم يسمون بعادن الثاني أهل السير سموهم بهذا الاسم ومن أهم الأشياء اللي ذكرناها في قصة قوم عاد أن في سبعين رجل راحوا يستقون لقومهم عند الكعبة بعدما أصابهم جفاف شديد جدا فدعوا الله سبحانه وتعالى عند الكعبة فتكونت لهم ثلاثة سحابة سوداء وسحابة حمراء وسحابة بيضاء فناداهم منادي من السماء يخيرهم بين الثلاثة سحاباتهم في الطبيعي السبعين هذول اختاروا السحابة السوداء لأن أكثر السحب كان هذا في اعتقادهم في ذاك الوقت فناداهم المنادي بأن السحابة اللي اخترتوها هذه إنما هي عذاب على قومهم فخاف السبعين هذول خوف شديد وبقيوا في مكة وما رجعوا لقومهم مكة ذو في مكة حتى حصل لقومهم ما حصل أما الشيء الثاني اللي لاسم نعرفه أن في شياطين من الإنس كما أن في شياطين من الجن شياطين الإنس هذول الله سبحانه وتعالى خلقهم لنار جهن يعني باختصار يملون نار جهن ففي الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعم قال على مواقع القدر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبان وخلق النار وخلق لها أهل وخلقها لهم وهم في أصلاب أبان فشرح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار وهذا أمر غيبي عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم فيها لكن حنا ما نعرف وما يمدينا نمشي في الشارع ونقول أنت شيطان من الإنس أنت مصيرك نار جهنم لأن هذا الأمر لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى سأعطيكم مثال سريح لشيطان من شياطين الإنس واللي هو أبو جهل في يوم من الأيام حلف أبو جهل باللات والعزة إنه لو يشوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ساجد إنه لا يطع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم كانت نية خبيثة فأغرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغضيف قال أبو جهل يا محمد أنت تتوقع أنك تخوفني محمد يخوف أبو جهل أنت ما تدري أني لو صرخت الحين صرخة واحدة بتلقى قريش كلها صف ورايا أنا أكثر الوادي نديا عندي رجال ورايا رجال لكن الرد جاه من الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة هذا كلام الله سبحانه وتعالى عن أبو جهل يقول الله سبحانه وتعالى فليدعو ناديا سندعو الزباني جب فزعتك يا أبو جهل أنت ما تقول أنك أكثر أهل الوادي فزعت فليدعو ناديا سندعو الزباني اللي هم ملائكة العذاب فخاطب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وقال كلا لا تطعه وسجد واقترب ففعلا في يوم إلى الأيام أبو جهل كان ماشي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم ساجد فنادى فزعته وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يطع على رأسه إلا بأبو جهل ينظر وهو مصطب ويبدأ يتراجع خطوة وراء تراجع إلا بالقوم يقولون أبو جهل شفيك وكان أبو جهل ضخم وقعد يقولون أنت ضخامتك دي كله وقعدت تراجع كذا من محمده ساجد كلا ما شفت اللي شفت أنا إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لدنى مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا في شيء يبغى أبو جهل برهان أكثر من كذا بأن محمد صلى الله عليه وسلم انفتح لخندق من نار أمام عيونه لم يره إلا هو ومع ذلك كذب وجلس على كفر وعلى شركة بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أراد وكذلك أبو لهب من شياطين الإنس ومن أكبرهم حتى حتى إنه نزلت فيه سورة في حياته يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة إنه من أهل النار وإنه بيموت على كفره وبيكون مصير النار جهة كان بإمكانه يوقف أبو لهب ويقول أنا آمنت أنا آمنت بالله خلاص رسالتك الحين ما لا داعي وهو نزلت سورة تقول أني أنا بكون في النار ها أنا مؤمن فيك الحين هل بكون أنا برضو في النار خدمت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فعلا لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبقي على كفره ومات على كفره فأصبحت فعلة أبو لهب هذه براهين على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سعرفت منهم شياطين الإنس شياطين الإنس لن يؤمن حتى لؤتاهم الله سبحانه وتعالى علم الغيب ورأوا أماكنهم في نار جهنى لن يؤمنوا فمشيئتنا كلنا مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله فهذولة اللعاش وملايين السنين لن يعملوا إلا بعمل أهل النار أما الشيء الثالث والأخير أن النساء بإمكانهم يكونون أشد شر من شياطين الإنس وإن بإمكان إمرأة وحدة تسوي شغل شياطين كثير من شياطين الإنس وشياطين الجيب فالنساء هم أول فتنة بني إسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركتوا بعدي فيتنا أضروا على الرجال من النساء فهم عندهم قوة مهمة موجودة عندنا حنير وبإمكان إمرأة وحدة تسوي عمل كبير جدا وتغير تغيير كبير في المجتمع واللي راح يتبين لنا في قصة اليوم ودائما وضحنا هذه الأمور المهمة في قصة اليوم خذ لك شيطا كله لا تنسى تابعني في كل السوشيال بيديو اكتب أنا الساكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أضع عليك عندهم ما نطول بسم الله نبدأ طبعا قوم عاد كانوا هم القوة العظمى بعد الطفل وكانت دولتهم هي المسيطرة على الأرض كاملة فالله سبحانه وتعالى خيارهم ما بين الكفر والإيمان بعد ما أرسل لهم هود عليه السلام فاختاروا الكفر على الإيمان فكفروا بالله سبحانه وتعالى وتحدوا فأهلكهم الله فبعد ما أهلكهم الله سبحانه وتعالى وما بقي منهم إلا هود والمؤمنين اللي معا يوم تخبوا داخل الحضيرة ذكرنا قصتهم قبل كذا وكان برضو فيه السبعين رجل اللي كانوا في مكة وهم السبعين اللي استسقوا لقومهم عند الكعب بعد ما شافوا هول المصيب اللي حصلت لقومهم آمنوا بالله وبرسوله هود فأصبحوا من المؤمنين واستقروا في منطقة ما بين الحجاز وتب واسم هذه المنطقة الحجر استقروا هناك لمدة سنين طويلة وبدوا شيء في شيء يبنون إمبراطورية عظيمة جدا في هذه المنطقة فبعد سنين طويلة أصبحت الحجر هي القوة العظمى في العالم كامل أصبحت مليانة بالحضارة من قوم عاد العلوم اللي كانت عندهم يعني كان عندهم الآلات والعلوم اللي كانت عند قومهم من قبل ورثوها يعني وكان عندهم تطور عجيب جدا فتذكرون كيف أن عاد كانت عندهم مصانع للخلود وقصور وأبراج صار حتى ثمود عندهم تطور عجيب جدا فكانت هذه المنطقة عبارة عن أوديا وسهول وجبال الأوديا هذه والسهول كانت مليانة بالقصور قصور فارهة وأبراج وأشياء عجيبة جدا كانت مليانة تطور حتى أشياء ما يمديك حتى تتخيلها أنت وكان فوق هذا كله ينحتون الجبال بيوت إذن حتوها كاملة وجعلوا فيها بيوت يسكنون فيها صارت منطقتين منطقة في الجبال ومنطقة في السهول فالله سبحانه وتعالى يذكر في وصفهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عهد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورة وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين فمن هم هذول القوم؟ هذول القوم هم قوم ثمود وسموا بقوم ثمود نسبة لجدهم ثمود والله سبحانه وتعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم عاد وزي ما عرفنا أن قوم عاد كانوا القوة العظمى في ذلك الزمان كان عندهم قوة عظيمة جدا وكانوا جبارين في الأرض فالله سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض من بعد قوم عاد فأصبحت ثموده القوة العظمى وقال الله سبحانه وتعالى تتخذون من سهولها قصورة فكانت السهول والأودية عندهم قصورة وتنحتون الجبال بيوتا فالله أعلم إشه الألات اللي كانوا يستخدمونها عشان ينحتون هذه الجبال فكان عندهم قوة وتطور عجيب جدا إلى درجة أنهم صاروا ينحتون الجبال بيوت ويسكنون بداخلها ويقول الله سبحانه وتعالى في آية ثانية يعني ما كان عندهم ضرورة أنهم ينحتون الجبال بيوت كانت فقط رفاحية ما في أحد بينحت لك الجبل وبيتعب هذا التعب كامل عشان يترف فأكيد أنه كان في آلات وتطور عجيب وفوق ذاك كله كان عندهم مساكن ثانية يعني كان عندهم قصور مو أي شيء والقصور هذه كانت في السهولة طب ليش عندهم مسكنين؟ ليش عندهم بيوت في الجبال؟ وقصور في السهولة هو فقط للرفاحية يعني ما تودهم يسكنون الجبال أو يسكنون السهولة رفاحية فقط ويقال بأنهم كانوا يسكنون الجبال أيام الصيف إذا جاء الحر عليهم طلعوا الجبال وساكنوا في بيوتهم الفارهة في الجبال أما إذا جاء الشتاء نزلوا في السهول هذه تدفوا يجلسون في هذه القصور الفارهة والخدم والجنات وكان عندهم جنات وأنهار وعيون كان عندهم جنات عجيبة جدا حتى إلى درجة أنه كانت الأنهار تجري من تحتها لك أن تتخيل قديش الحضارة اللي وصلوا لها أما مشكلتهم في السنة كاملة أن الثمار تتراكم عليهم من الخير يعني يقول الله سبحانه وتعالى فيهم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وهضيم يعني متراكم وكثير شفت النعمة هذه كلها أجسام وقوة وتطور وأنهار من تحتهم تجري فواكه متراكمة يا رجل ما في أحد يجوه عندهم هذا كلها أعطتهم قوة اقتصادية وسياسية وفعلا أصبحوا قوم ثموتهم القوة العظمى في ذاك الزمان من بعد قوم محد وصار زمام كل الدول بيدهم فقال الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عام طبعا في هذا الوقت كانت ثموت في أعلى حالاتها من ناحية الأنعام والخير اللي كان عندهم فكانوا يعيشون في أفضل حالاتهم أرين ظهر فيهم شياطين الإنس فقاموا يحرضون على الكفر بالنعمة والظلم والبطش في الأرض وأخذ أموال الناس بالباطل قوموا استعمروا الأرض خذوا ثروات الناس وكل اللي تبعون وسووا اللي تبعون من أشد منكم أنتم أحرار ما في أحد بيقدر يوقف في طريقكم ليش أنتم خايفين وهذا فعلا اللي حصل فبعد فترة من الإقناع صارت ثموت فعلا تبطش وتظلم وتتجبر في الأرض تأكل أموال الناس بالباطل وتأخذ ثروات الدول الباقية المجاورة فقط لأنهم يقدرون وسبحان الله زي ما قلنا الحلقة الماضية الظالمين في الأرض نهاية طريقهم البعد عن الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يتركهم لأنفسهم وشياطين فيتمادون في الظلم حتى ينحرفون عن الحق وهذا اللي حصل جيل ورجيل أصبح الثمود من قوم يوحدون الله سبحانه وتعالى إلى أكثر الأقوام الشرك وعبادة للأصناع كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا بالآخرة وعبدوا الأصنام وصاروا مثلهم مثل قومهم قوم عادة فمثل ما صار لعاد بعد ظلمهم وبطشهم صار لأحفادهم من ثموتهم كل هذا بعد محاولات كثيرة جدا لتفكيك العقيدة وتفكيك المجتمع كامل ففعلا بدوا قوم ثموت شيء فشيء ينسون الإسلام وينحرفون عنه حتى جاء جيل ظالم وظال نسوا بينهم الإيمان وتماما وصار الأصل عندهم عبادة الأصنام والشرك بالله سبحانه وتعالى وكلها بسبب شياطين الإس فبعت الله سبحانه وتعالى لهم رجل منهم وهذا الرجل له كلمة فيه ورجل ذو نسب وكانوا يحبون حب شديد جدا ويسمعون كلامه بشكل أهمى من حبهم فيه اختارها الله سبحانه وتعالى ليحمل هذه الرسالة العظيمة الرسالة التوحي رسالة باقي الأنبياء كلها كان اسم هذا النبي هو صالح بن عبيد عليه السلام وكان صالح عليه السلام رجل مسموع الكلمة فيه فإذا كانوا يبغوا مشورة يتوجهون لصالح يشاورون في الأمر وصالح عليه السلام ما كان يسكن الحجر نفسها ما كان يسكن مدينتهم كان يسكن في ضواحي هذه المدينة والله أعلم إش السبب لكن ما كان يسكن في نفس المدينة كان فيه كل مرة يجي للمدينة ويجلس مع سادة القومة يستشيرون ويسألون عن أمور الدولة والله أعلم بسبب أن صالح عليه السلام كان دون سبب كان له قوم وعشيرة يحمونه كان عنده ظهور الرجال وراه فبعد ما بعثها الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه الوحي والرسالة وحمل هذه الأمانة العظيمة كان لابد لصالح عليه السلام أن يقف أمامهم ويقف أمام الدولة هذه كاملة ويخالفهم في كل معتقد يعتقدهم ما كانت قرية بسيطة كانت دولة عظمى كانت تتحكم في الدول ففي يوم من الأيام تجمع وسادة القوم في قصر من القصور عشان يتشاورون في أمر الدولة وكان معهم صالح عليه السلام فأخبرهم صالح عليه السلام بأنها أصبح نبيا وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه رسالته فاستنكروا القوم كلامه وقالوا يا طيب وشي رسالتك عنه فقال لهم صالح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أنتم أصحاب القوى العظمى أنتم الناس اللي تتحكموا في كل شيء في الأرض فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجي استغفروا الله من كل هذه الأمور اللي قاعدين تسوونا عبادة الأصنام هذه والظلم والبطش في الأرض إن الله قريب مجي فناظروا القوم وجيهم ما هي فرحانة بالموضوع فقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوة قبل هذا كنت فينا شخص نرجع له في الأمور القوية وإننا نحبك والجميع يحبك ويأخذ برأيك أتنهانا أن نعبد ما يعبدوا آباؤنا وإننا لا في شك مما تدعونا إليه مريب إيش الكلام اللي جالست جيب هذا أنا صارت نبي وأعبدوا الله ما لكم من إله غيره تبغانا نترك أصنامنا أصنامنا هذه اللي أبويا وجدي وجدي جدي عبدوها تبغانا حنا نتركها ووضعك مو عاجبنا يا صالح ارجع زي ما كنت تكفى وبدوا يحاولون يقنعون صالح عليه السلام بأن الأصنام هذه يحصل لها من الخوارق والأشياء وأنها تشفي وتعطي وترزق ويجيبون أدلة عقلية يحاولون يعني يحاججون صالح في المسألة بأن هذه الأصنام تراهي أكبر مما تتخيل وكلها لعب الشياطين عليها يا شياطين الإنس وشياطين الجن فحاول صالح يقنعهم بجميع الوسائل وجبلهم أدلة عقلية وحاول يناظرهم يعني في المسألة يزعلوا وغضبوا وقالوا يا صالح أن شكلك تبغى الملك أنت تبغى تملك الناس بما أن الناس تحبك والناس تسمع رأيك فطمعت بالملك وقلت خليني أجيب فكرة من رأسي فقال لهم يا قومي رأيتم إن كنت على بيينتي من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن أصيته تبغوني أترك أمر الله لشهواتكم بعدين افرضوا لكلامي هذا صحيح وش عذركم أمام الله سبحانه وتعالى افرضوا أني أنا مرسول من الله سبحانه وتعالى ايش بتقولون لله سبحانه وتعالى وأنتم أمامه أنتوا تطلبون أني أوقف دعوتكم لطاعة الله وعبادةه لا والله من ينصرني من دون الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخصير ما بوقف دعوتي لله سبحانه وتعالى مهما سوير ومن الآن وصاعدا سأبدأ دعوة علنية في المجتمع ورح أدعوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده شئتم أم أبيتم أنا لا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى ومن بعد آخر صالح عليه السلام فبدأ يدعو الناس دعوة علنية يدعو الصغير والكبير يدعو بالإيمان به وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده إفراده بالعبادة وهذا فعلا اللي حصل فانقسموا القوم إلى قسمه قسم آمن فيه وقسم كفر فأكثر من آمن فيهم الضعفاء والمساكين والفقر أما سادة القوم والناس الأغنياء واللي لهم يد في الدولة هم مسمومين بداء الدنيا وأصبح عشان يؤمن بالله سبحانه وتعالى سيخسر الكثير اجتمعت عليه شياطين الإنس وشياطين الجن من غير فتن الأموال والشهوات فأصبح يعني الإيمان أثقل على قلبه من جبل أحد مسمومين مرضى بس بعد ما أصبحت دعوة صالح عليه السلام ظاهرة ظهروا قوم هم شياطين الإنس أحفاد شياطين الإنس اللي نشروا الكفر في قوم ثموت قاموا ينشرون أخبار تشوه سمعة صالح عليه السلام يشوهون سمعة ويقولون عنه مجنون يقولون عنه مسحور يقولون عنه إنسان مبصاحي يقولون عنه إنسان مريض عشان الناس ما تقتنع بكلامه حتى ولو جاب براحيه وصاروا يلفون على البيت ويحذرون من صالح يقولون انتبهوا تتبعون هذا صالح ترى مريض فبدأوا يطلعون أخبار أن صالح عليه السلام مسحور وأنه ما قاعد يقول هذا الكلام من نفسه جاموا بعض صادة القوم اللي تأثروا بهذه الأخبار ورحوا لصالح وقالوا ليا صالح عرفنا إيش بلاك أنت كشفناك يا صالح خلاص عرفنا أنك عرفنا موضوع قالوا إنما أنت من المسحرين أنت إنسان مسحور يحتاج لك علاج وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبي أنت مسحور كذافي نفس الوقت كلامك هذا جلس طلع من رأسك وحرام عليك تدلس على الناس والضعوف البساكين وتعلمهم أكاذيك تحاول تصرفهم عن عبادة أصنامنا إذا أنت مريض يا صالح رح تعالج حاشا صلى الله عليه وسلم أدوها أذية قوية جدا بالكلام ما قدروا يأدونها باليد مع أن كانوا شياطين الإنس ودهم لو يطعنون طعن في بطر لكن خايفين من قومها قوم صالح وشوفوا كيف صالح عليه السلام رد عليهم بكل هدوء فقال لهم ربي أهلم بما تعملوا بس ما كرى كلامه ربي أهلم بما تعملوا بعدها قام صالح عليه السلام ولا أد أعطاهم وجه ولا أطاعهم وأطاع الله واستمر في الدعوة مع كل الأذية اللي جالسين يأذون فيها فكان يدعوهم الصيف في جبالهم والشتاء في سهولهم بين قصورهم وخدمهم وشياطين الإنس ودهم يقتلون بأي طريقة بس إنهم خايفين لأنهم يعرفون إنهم لو قتلوا بتقوم حرب أهلية كبيرة ما بيوقفها أحد يعني خايفين من قوم صالح لأنه سيد من سادة القوم وله حصان فجالسوا ويفكرون شياطين الإنس بطريقة يوقفون فيها دعوة صالح لأنه بدوا الناس يدخلون في دين الله بدوا يفكرون يقولون يا ولد كذبناه وسبيناه وناظرناه وفشلنا فيها كلها وكل اللي جالس يصير زاد احترام الناس له بحسن أدبه وبرهانها القوي تذنوه شي اللي مفروض نسويه وش رايكم إننا نطلب من صالح معجزة تعجيزية نختار معجزة مستحيل أحد يسويها في العادة ونطلب من هذه المعجزة باختيارنا حن عشان ما يجي معجزة من رأسه يكون مخطط لها لا لحن نختار المعجزة بنفسنا ونؤمر بإننا يسويها ولا أنت كذاب وبكذا ترتد الناس عن الدين وش رايكم وترجع لعبادة الأصنام وترجع على شهواتنا ورغباتنا حن الخاصة اتفقوا على معجزة معينة وقالوا خلاص نتوجه ونقول هذه المعجزة له وانتهى فيقولون المفسرين إنهم أول ما وصلوا لصالح قالوا يا صالح ما أنت إلا بشر ومثلونها الكل شايفك بشر ما أنت ملاك منزل من السماء ولا شيء كيف أنت رسول الحين نفس حجة قوم عاد بس شوفيش الطلبة الحين فأتي بآية إن كنت من الصالح نبغى منك معجزة تثبت لنا بها إن كلامك هذا مو بسحر ولا هرطقة إن كلامك هذا من الله وانت تقول إن الله سبحانه وتعالى خلقنا من الأرض وهو خالق الأرض ومتحكم فيها صح ولا لا يعني ما لا أصنامنا هذه دخل هذا اللي تقوله يا صالح شوف يا صالح شفت هذه الصخرة شايفة هذه اللي بعيدة انت تقول إن الله خلقها صح وما لا أصنامنا أي دخل في المسألة هيا نبغى من ربك اللي خلق هذه الصخرة إنه يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة ضخمة حامل في الشهر العاشر هيا شوف بالله يعني التعجيز يحاولون يعجزونه بأي شكل من الأشكل واختاروا حتى شهر معين قالوا شهر عاشر ترى إذا ما شهر عاشر إيش بيصير ترى بنكفر فيك ما أحد هنا بيؤمن فيك لازم تكون ناقة وضخمة وحامل في الشهر العاشر وهذا يبين لك إن كانت نيتهم أصلا تشويه سمعة وتعجيز أمام العوامة ومه إيمان ويبغون أي شيء يتمسكون فيه بالكفر وعلى شهواتهم اللي كانوا يعقدونها من دون الله سبحانه وتعالى فقال لهم صالح عليه السلام أرأيتم إن أجبتكم على ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقونني فيما أرسلت به قالوا نعم هيا كيد بنصدقك ناقة وضخمة وحامل في الشهر العاشر تبه ليش ما نصدق هكيد بنصدق من كل واحد فيهم إنهم إذا شافوا هذه الآية إنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى مباشرة في يوم أخذ العهد منهم جميعا قام نبي الله صالح أمام الجميع قام وتوضأ وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى وبدأ في الدعاء جال سيدعي الله سبحانه وتعالى إنه يخرج من هذه الصخرة ناقة نبي الله صالح عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى إلا بالصخرة هذه تطلع منها أصوات تطلع منها أصوات من الداخل وبدأوا الناس يسمعون أصوات من داخل هذه الصخرة أصوات طاق طاقة وأصوات غريبة من داخل هذه الصخرة فجأة إلا بالصخرة هذه بدأت تتشقق تشققت أمام الناس والصوت هذا بدأ يرتفع والناس جالسة يعني تركز وش اللي قاعد يصير إلا بالصخرة تتشقق أمام عيونهم حتى انقسمت نصين إلا بناقة أمام عيونهم يشوفونها ناقة ضخمة جدا وفعلا هذه الناقة حامل بالشهر العجر مثل ما طلب ويقال بأن كان لها سنام ضخم جدا وكانت هذه الناقة كبيرة جدا لدرجة أن البشر وقوم تموت عندها صغار وخاف وخوف شديد وقاموا يدخلون في دين الله مجموعات كبيرة خلاص هذا برهان أمام عيونهم مثل ما طلبتهم حتى انهم أصبحوا طوابير وهذا الشيء أغضب شياطين الإنس خاصة تسعة أشخاص منهم واللي يقال بأنهم هم سادة شياطين الإنس كانوا هم اللي يأمرون وينهون فقال الله سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللي هم التسعة هذول اللي هم سادة شياطين الإنس وكانوا هذول التسعة يتراكضون عند الناس تخيل أمام في المنظر هذا يتراكضون عند الناس ويمنعونهم عن الإيمان يجيبون أي براهين من روسهم كده على أنكم لا تؤمنون وكانوا مركزين على سادة القوم لأن لهم أتباع فإذا اقتنح هذا السيد فلها أتباع بيسمعون له وبيتتبعونه حتى لو بيرمي نفسه في النار فحاولوا بيشت البسائر حاولوا أنهم يبقون اللي يقدرون من ثمود على الشر وفعلا نجحوا فكان مجموعة كبيرة من ثمود ما أسلمت وبقيت على الكفر معها إنها المعجزة أمام عيونه معجزة تمشي فيقول الله سبحانه وتعالى عن إيمانهم بالناقة فظلموا بها يعني كفروا بالمعجزة حادي معجزة أمام عيونكم وكفرتم بها والمشكلة أنكم أنتم اللي طلقها وجات بأوصافكم أن تشوف فعلا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ففعلا شياطين الإنس أنا أشوفهم أخطر من شياطين الجن وأنا والله متعجب من صبر الأنبياء يا أخي أنت تقول سالف الأخويات ما يصدقونك تتنوم يومي بعدها ألمهم إنهم كفر فقال لهم صالح عليه السلام بكل هدو ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فخلاص هذه المعجزة بين يديكم تشوفونها كل يوم يقول صالح لهم فذروها تأكلوا في أرض الله هلوها تأكل حيث شاءت لا حد يوقفها حتى لو بتأكل من حلالك أنت وحتى لو بتشرب من مياهك أنت ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا أحد يفكر إنها يمسها بسوء تأكل من حيث شاءت ولا حد يمسها بسوء أبدا وإذا مسيتوها بسوء فأبشروا بالعذاب القريب صارت الناقة الحين فتنة لهم أصبحت هذه الناقة الكبيرة تأكل من هذه الجنات متى ما تبغى ووقت ما تبغى فيقول الله سبحانه وتعالى إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقي بهم واصطبر فأمر الله سبحانه وتعالى صالح عليه السلام وقال له ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يعني في تقسيم بينكم وبين هذه الناقة بتاكل وبتشرب برضو ومن أكلكم وشربكم وفي قسمة الله سبحانه وتعالى بيقول له فأخبرهم الله سبحانه وتعالى هذه التقسيمة فقال لهم قال هذه ناقة لها شربون ولكم شربوا يومي معلومة يعني كل واحد منكم له يوم كانت هذه الناقة لها يوم كامل تشرب فيها ما حد يشرب معها والله أعلم أنها تحتاج الماء كامل أما اليوم اللي بعده فمسموح لهم يشربون يعني صار فيه تشريح من الله سبحانه وتعالى لهم اليوم اللي تشرب فيه هذه الناقة حرام عليكم تشربون معها أما اليوم اللي بعده فمسموح لكم تشربون يشرب استقوا قد ما تقدرون في اليوم الثاني أما في اليوم اللي تشرب فيه الناقة فيه أما بالنسبة للأكل فيه تأكل من أرض الله ولا تمنع ملك دخل تسكت وتجس طالع ولا تمسها بسوء فكان لبنها يشرب قرى كاملين قبائل كانت ناقة ضخمة لدرجة أنها تخيل قبائل كاملة تشرب من لبنها طبعا وجود الناقة خلى الناس تدخل في دين الله بل تتسابق في الدخول لدين الله سبحانه وتعالى يعني آية من آيات الله تمشي على وجه الأرض وهذا كان يجعل شياطين الإنس يشبول من الداخل عارفين أن هذه الناقة جالس تضيق عليهم دعوتهم للشر وجالس تخرب عليهم الخطة كاملة آية من آيات الله تمشي على وجه الأرض كان وقتها نهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء فكان في فصل الشتاء ينزلون لقصورها يعني بدل ما يسكنون الجبال يسكنون السور فاجتمعوا القوم كالعادة في أحد القصور يتناقشون في مسألة صالح وهذه الآية فكان معهم التسعة هذولة التسعة الرهط المفسدين في الأرض شياطين الإنس فحاولوا ويقنعون سادة القوم بأنهم يقتلون هذه الناقة وخلاص يفتكون منها هذه الناقة جالسة تأكل من خيرنا وتشرب من مياه وفوق هذا كله أنجبت صغير لها الحين وجالس يأكل من أكلها وممنوع لنا أن نسوي شي فيها وش رايك ومنا نقتلها ونفتك وصالح هذا جاب لنا ناقة جالسة تأكل من أكلنا وشربنا شكله يبغي ينتفع من ورانا صالح يأكل نياقة من عندنا بلاش المهم أنه نبغى نقتلها ونفتك تدرون وش ما هو توعدنا بعذاب وش رايكم نقتلها وإذا قتلناها نقول جيب العذاب إذا كنت صدق رسول وكان صالح من فترة لفترة يجي لقومه ويتطمن على الناقة ويؤمن على يدها الكثير وبعدها يرجع إلى الضواحي الضواحي المدينة تسعة هذولة يفرمون فرم في ذموت حاولون يقنعونهم بقتل الناقة وكان من بين القوم رجل أحمر البشرة وأزرق العيون وقصير القامة اسمه قدار بن سالف وكان من التسعة هذولة وهو سيد من سادتهم بس كان مشهور قدار هذا بأنه من أشجع القوم اجتمعت الشيطن على سيادة على شجاع على باطل وكان مع فكرة قتل الناقة بشدة ويحاول يقنع القوم بأنهم يقتلون الناقة ويفتكوا راح نص أكلنا وشربنا وإذا كان نبي من الأنبياء يجيب عذابه هذا اللي وعدنا بها إذا كان من المرسلين فبدأ بعضهم يقتنع بس كان الأغلبية خايفين وكان خوفهم هذا بس من قوم صالح وعشيرة أمون من الله وكان عندها بحر كان وراه رجال وخايفينها تقوم حرارة كان خوفهم من الخلق مو من الخالق حتى ما كانوا يخافون من المؤمنين اللي مع صالح لأن أغلبهم من الضعاف يعني واللي ما لهم كان بس مع ذلك كلها سووا تصويت وقالوا بناخذ رأي العوام كلهم عشان خلاص دمتنا تتبرى يا إن نقتل الناقة يا إن نخليها تأكلوا تشرب إلى الأبد قالوا فكرة طيبة وبدوا فعليا يأخذوا الرأي حتى الأطفال والصغار والنساء الجميع يأخذوا الرأي عشان كذا يطيب خاطرهم لكن شياطين الأنس هذولة كانوا يقنعون العوام بعدين يعطونهم الخيارات فيختارون العكس يعني شوف خطر شياطين الأنس فيقولون لهم ترى إذا قتلناها بنوفر ماء بنوفر أكل وبنوفر شر بيزيد اقتصادنا بيصير بيصير وبيصير وبيصير في يوم أخذوا آراء الجميع لقوا أن الجميع الأغلبية أجمعوا علاقة لها وجاء وقت التطبيق إلا الكل متراجبة خايفين أول شيء من حجم هذه الناقة الكبيرة ثاني شيء من كلام صالح عليه السلام خوفا من العذاب وثالث شيء وهو أكثر شيء خوفا من قوم صالح فما حت تجرى ما حت تقدم حتى فبدوا يصيحون على بعض ويشجعون بعض بس برضو ما حت تجرى حتى التسعة شياطين الأنس هذولة ما حت تجرى منهم ما حت تجرى يتقدم يعني ما حت تقدم إليه دخلوا النساء في الموضوع تتذكروني هم أقول لكم إن النساء ممكن يكونون أشد فتنة من شياطين الإنس والجن نعم يوم تدخلوا النساء بدأت المواضيح تتطور أكثر وبدأوا النساء يصيحون ويشجعون هم ويحرضون الرجال وبدأوا يكشفون وجيههم ويظهرون مفاتنهم للرجال عشان يتشجعون ويقتلون هذه الناقة وبعضهم حتى عرضت نفسها للزواج ومهرها راس الناقة ومع تشجيع النساء بدأ الموضوع يتغير عنده وبدأ الرجال اللي تظهر عليهم الشجاعة أكثر بدأ يظهر على الرجال تأثير ما قدروا شياطين الإنس يسوهون بس مع ذلك ما حت تقدم حتى جات إمرأة واحدة اسمها عنيزة راحت لأشجع رجل في ثموت واللي هو قدار بن سالح وقالت لها اسمع يا قدار أنت أشجع القوم وأظنك على قتل الناقة قادر إن قتلتها فلك أربع من بناتي اختر منهم من تشعر أشر وأنا أعطيك فاشتبت الشجاعة في قلب قدار وقال تم ولكن عندي شرط شرطي إنكم تأمنوني إذا قتلت الناقة أمنوني من قوم صالح أنا ماني خايف إلا من قوم صالح فقاموا سادة القوم وقالوا عندك خلاص أنت في وجهك يا شيخ رقابنا لك وروح بس ولا تخاف من قوم صالح أنت أقتل الناقة بس خلصنا منها فعلا أخذ أسلحته معه وتقدم على الناقة ناقة ضخمة أمامه ما شيلها فيما وصل في نص الطريق تردد والتفت للقوم وبدأ يناظر فيهم وكي إنه خايف وهنا بدت النساء تصرخ وتكشف عن مفاتنا من جديد ويصرخون بصوت عالي شجعون خلاص قدار هنا مع ما يبصر الطريق ركبه جني ركبه شجاع خلاص ما عدي يشوف يقول الله سبحانه وتعالى فنادوا صاحبهما شجعون شوف خطر النساء يا أخي فتنة النساء عظيمة جدا حتى إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت الرجال حين أطاعت النساء يقول الله سبحانه وتعالى فتعاطى فعق ففعلا تقدم قدار على الناقة ورماها في رجلها فسقطت الناقة فصرخت صرخة قوية تصرخ لولدها عشان يهرب فهرب الصغير ولحقها كثير من القوة وقدار أخذ السيف ونحر الناقة وينحر الناقة إلا بثلاثة صرخات قوية جدا من الصغير من قوة الصرخات سمعها صالح عليه السلام فقتلوا حتى الصغير وحطوه جنب أمه إلا بصالح عليه السلام بينهم ويناظر بالناقة التي ميتها وصغيرها جنبها ويناظر في القوة فسكت صالح ولا قال شيء وكأن سبحان الله يعلم فصرخوا على صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسل جيب عذاب الله إذا كنت أنت صدق رسوله بالله يشوف الغباء كيف ايش رايكم بالله في الغباء أنا لم أجد الساعة أربع الحين والله يعني أغبى من كده ما طيب الآية هذه كاملة إيش هي أنتوا طلبتوا معجزة وهو جب لكم معجزة بطلبكم أنتوا الحين تقول جيب عذاب الله إذا كنت من المرسل يعني بتصدق بعدها فقالوا حنا سوينا اللي نهايتنا عنه والحين ننتظر عذاب الله اللي أنت وعدتنا أنت قلت إن الله بيعدبنا جيب عذاب عذاب الله إذا كنت رسول إذا ما جبت العذاب ترمنت رسول ولا رح نؤمن فيه فقال لهم صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب طبعا بعد الكلام اللي قال صالح عليه السلام أخذ المؤمنين معه وخرجوا من المدينة كلهم طوابير كامل اتخرجوا من المدينة مرة واحدة وهنا بدأ القوم ينحاروا بدأوا يتلاهم وحسوا أنهم جابوا الحين بس التسعة رهطة ذولاك كانوا من أشد الناس كفبية هذه الليلة وهم يخططون في قتل صالح عليه السلام وقالوا ما معنى مفر الحين نخرج من هذه الدوامة ومن السالفة دي إلا بقتل صالح يقول الله سبحانه وتعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأحلى يعني في ذاك اليوم بالروح ونحاول نغتال صالح وأحلى كله بس شوفوا ركزوا معايا بنغتاله بطريقة بحيث أن الناس ما تعرف أن حنى اللي قتلناه يعني نفلت عليهم حجر أو نفك عليهم سبع أو نسوي لهم مصيبة سم شيء زي كده بحيث أن نقتلهم نقولهم موحنا أكلها السبع طاح عليه حجر سممناه أكل السم ما أدري أن تشوفوا فاتشوا من اللي كان عنده سم بينكم موحنا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون إذا فكينا عليه السبع وأكله موحنا اللي قتلناه السبع اللي أكل إذا دفينا الصخرة وطاحت عليه الصخرة موحنا اللي قتلناه الصخرة اللي قتلتها إذا حطينا السم في أكله سموحنا اللي أكلنا هو اللي أكل السم وقالوا ما معنا مخرج اللي زكرة إذا مات صالح وأهله انتهت السالفة كذا خلاص خرجنا من الدوام اللي قاعدنا يشاهد فأجمعوا أمرهم في الليل وخلاص وخرج يقول الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فصحي القوم اليوم الثاني إلا بوجيهم مصفر كل اللي في ثمود وجيهم مصفر فيها صفار وكأن في حاجة غريبة قاعد صيحة عرفوا القوم بأن هذا دليل على أن العذاب سيحل فيهم بس الشي اللي صدمهم مرة وحدة بأنهم وجدوا تسع رجال طايحين في الأرض وصخور حولهم ووجيهم سودة كلهم ميتين التسع اللي كانوا يخططون في الليل يهم أنهم خرجوا أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة من السم نصره لنبي صالح عليه السلام فقتلتهم كلهم أهلكتهم فكانوا التسع هذولاك أول من بدأ بهم العذاب فهنا خلاص عرفوا بأن العذاب جايهم لا محا وأن الأمر واقع واقع فأصبحوا اليوم الثاني إلا بوجيهم محمرة فانهاروا نفسيا وعرفوا بأن عذاب الله جاي أما اليوم الثالث فأصبحوا وجيهم سودة وفي هذه اللحظة ما أمسوا إلا بأكفانهم عليهم دخلوا في الأكفان ودخلوا داخل قصورهم عرفوا بأنه خلاص العذاب جاي ما في مفر حتى إن في بعضهم راح وصعد فوق الجبال ودخل في بيوتهم اللي في الجبال يعني تخبى في الجبال يعني بيت من الجبل إذا بيحل في عذاب يعني فيه أمان أكبر من القصور وكل هذا بس عشان يحتمي من العذاب يعني يعرفين بأن عذاب الله جاي في يوم قرب الفجر والجميع مصحصح مهد جهنهم منتظرين العذاب يعرفون أن في يوم الرابع العذاب جاي وما يدلون من وين راح يجيهم العذاب وبأي طريقة راح يجي بس كلهم كانوا داخل أكفانهم منتظرين عذاب الله سبحانه وتعالى بعضهم في القصور وبعضهم في البيوت في الجبال في يوم أشرقت الشمس إلا بصيحة قوية جدا تفجرت منها قلوبه ومن قوة الصيحة رجفت منها الأرض في يوم رجفت الأرض تدمرت القصور كاملة فيقول الله سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسوها يعني مسوها بالأرض ولك إنها كان في حياة هناك في هذا الوقت فما بقي من قصورهم شيء الله سبحانه وتعالى واساها بالأرض وما بقي إلا بيوتهم اللي منحوت في الجبال فيقول الله سبحانه وتعالى وَأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين طائحين على وجههم ومع قوة الرجفة هذه فاختفت كل حضارتهم اللي كانت موجودة فما بقيت إلا بيوتهم اللي منحوثة في الجبال يقول الله سبحانه وتعالى عنها فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم إن في ذلك لآيات لقومي يعلم واللي يعتقد بأنها الحين مدائن صالح واللي قال عنها مدائن صالح في العلا واللي جالس نشوفها الحين في العلا هي فقط البيوت اللي منحوثة في الجبال سخور كاملة حفروها حفزارة بيوت هي اللي باقي فقط من حضارتهم مع أن حضرتهم كانت أعظم من كذا أعظم بكثير وكان في قصور وكان في حضارة بس ما بقي منها كاملة إلا البيوت والله سبحانه وتعالى جعلها أهلا فيقول الله سبحانه وتعالى وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكينها والله سبحانه وتعالى يخاطبنا والله أعلم أنها هي نفسها مدائن صالح لشوفها وأما إيرم فهي موجودة لكنها مدفونة تحت التراب والله أعلم هي موجودة تحت الرمال ودمر الله سبحانه وتعالى قصورهم كاملة وساحب الأرض وما بقي إلا بيوته من المنحوته في الجبال يقول الله سبحانه وتعالى في وصفهم بعد العذاب كأن لم يغنوا فيها ما كإن كان في حضارة قبل كده موجودة تحولت هذه القوة العظمى إلى منطقة لا يوجد فيها حياة بقيت هذه الدولة خاوية يقول الله سبحانه وتعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعد لثمود إلينا هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أتمنى إن هذه القصة نارت على عجاب وإن استفدنا منها الكثير أنا الحقيقة استفدت الكثير والله ومن أعظم الأشياء اللي استفدتها في قصة اليوم إن حضارتنا هذه واللي جالس نعيشة من تطور هو فقط مو شي جديد شي حاجتها أقوام قبل وهذا الشي عجيب جدا يعني هم تفكرت فيه هم تتفكر فيه بعض تجد فيه الكثير من الصحة كثير من الآيات تذكرنا نفس الشيء حتى أنا تذكرت سليمان عليه السلام كيف أنه كان له قصر من الزجاج كيف هذا كله يصير من دون آلات ومن دون تطور في الأول والأخير الله أدرى وأحلم إذا وصلت لين هنا لا تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تشوف باقي السلاسل اللي موجودة على هذا القناة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أصغف لك واتوب لك أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة